اشتركوا في القناة اعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل اي حالة وفاة خلال الاربعة وعشرين ساعة من الماضية على صعيد جهة طنجة طوال الحسيمة وافادت الوزارة في الحاصلة الوذائية اليومية بان الحالة المكتشفة سجلت بكل من عمالة طنجة اصيلة والمضيق الفنيدق في حين لم تسجل اي حالة وفاة بنشيها بسبب فيروس كورونا المسجد كما لم تسجل اي اصابات جديدة بكل من العرائش اقليم الفحص انجراش فشاون الحسيمة وزان وطيطوان اذا المشاهدين الكرام على مستوى جهة طنجة طوال الحسيمة اعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا دون تسجيل اي حالة وفاة خلال الاربعين وعشرين ساعتنا الماضية على صعيد جهة طنجة طوال الحسيمة وافادت الوزارة في الحاصلة الوبائية اليومية بان الحالة المكتشفة سجلت بكل من عمالات طنجة اصيلة والمديق الفنيدقة في حين لم تسجل اي حالة وفاة بنشيها بسبب الفيروس المسجد كما لم تسجل اي اصابة بكل من شفشاون الحسيمة اقليم الفحص انجرا والزان تيطوان والعرائش اذا وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنات والمواطنين الى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية اذا هذا بخصوص وضعية الوبائية على مسوى جهة طنجة طوان الحسيمة اما بخصوص الوضعية الوبائية على مسوى الوطني فقد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل مائة واربع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد ومائة واربعة وتسعين حالة شفاء وثلاث حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح 6 ملايين ومائة وثلاثة وستين الف وتسعمائة وسبعين شخصا وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 9 ملايين ومائة وستة عشر الف ومائة وثلاثة وعشرين شخصا وأبرزت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى خمسمائة وإحدى وعشرين ألف وخمسمائة وتلاتين حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى خمسمائة ألف وتسعة أشخاص ومائة وسبعة وسبعين حالة بنسبة تعافي تبلغ سبعة وتسعين فصل سبعة في المئة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى تسعة آلاف ومائة وإحدى وتمانين حالة بنسبة فتك قدرها واحد فصلة تمانية في المئة وتتوزع مشاهدين كرام حالة الإصابات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الريباط وسالة القني 320 حالة الدار بيدا 16.25 سوس مسا 15 حالة مراكش أسفي 11 حالة فاسمكناس ثلاث تمانية حالات والدخل ودي الدهب 7 إصابات والشرق 5 إصابات والطنجة تتوانا الحسيمة إصابتين حالة بطنجة وحالة بالفني دق وإصابتان بالعيون السقية الحمراء وحالة واحدة بشيئة بنيم الله الخنفرة وكذلك حالة واحدة بدرعة تافيلالت وأما على مستوى الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة بكل من جهات الريباط سالة القنيطرة والدار البيضاء سطات ومراكش أسفي وبحسب النشر مشاهدين الكرام فقد بلغ مجموع الحالات النشطة إلى 3072 حالة وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام العناية بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية 13 حالة حرجة ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 213 حالة سبعة منها تحت التنفس الإصطناعي الإختراقي و85 تحت التنفس الإصطناعي غير الإختراقي أما معدل مال أسرة الإنعاش المخصص لكوفيد-19 فقد بلغ 6.7% إذن مشاهدين الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر من مدينة طنجة قدمت لكم الحصيلة اليوم الخاصة بكوفيد-19 الصادرة عن وزارة الصحة المغربية التي أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح 6.163.970 شخصا أما المستفيدون من الجرعة الأولى فقد بلغ 9.116.223 شخصا تحييزا لكم أينما كنتم مشاهدين الكرام مساءكم سعيد الخلق وفي مباشر آخر إلى اللقاء